اشتركوا في القناة رح يمكث فيها القمر حتى ساعة مساء يوم السبت اللي هو الساعة أربعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها القمر لمنزل تسماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر موجود في برج العذراء وبما أنه موجود في برج العذراء معناته نأخذ من صفات برج العذراء وبتأثر على جميع الأبراج أنه منعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا في ممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها نجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما لها أي وجود هذه أفضل فترة للتخلص من عدات سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد أو حتى البدء ببرنامج لتخفيف الوزن بالنسبة للزوايا البطيئة اللي بتأثر طبعا في عنا زاويتين اليوم بدأت زاوية جديدة هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي طبعا رح تستمر لغاية يوم 28-12 بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هي من الزوايا البطيئة اللي مستمرة لغاية يوم 13-1 هي زاوية التربيع السلبي بين زحل وبين أورانوس وهاي حكينا أنها بتعمل مفاجآت سياسية وبرضو بتعمل نوع من أنواع أنه بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات هاي تحمل برضو يعني إشي له علاقة بحوادث الطبيعة مثل العواصف والزلازل إشي له علاقة بالطائرات سكاك الحديد وبتدل على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناقة على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم اللي دروتها اليوم أول زاوية هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي الساعة 25 و24 دقيقة صباحاً دروتها طبعاً تأثيرها طول اليوم بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي اليوم دروتها هي زاوية الإقتران الإيجابية بين الزهرة وبين بلوتو طبعاً هاي زاوية ممتزجة بتخلق جو عام من السعادة من ناحية العاطفية وبتتثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجاباً لأنها ممكن تدعم أكثر وتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للعلاقات الضعيفة فهاي بتخلي شوي مزاجنا عدواني وعصبي وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلافات في حياتنا العائل وعلاقاتنا العاطفية طبعاً هاي الزاوية مستمرة لغاية ثلاثين واثناش وهي برضو بتأثر علينا أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي يعني ذروتها الساعة ثمانية وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينج طبعاً تأثيرها من ساعات الصباح بتبلش لغاية تقريباً منتصف الليل نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تريها والأخيرة اليوم هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي الساعة 11 و7 دقائق مساء بتوقيت جرينج طبعاً ببلش تأثيرها من ساعات الظهر بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالنسبة للأعضاء الأكثر حساسية اليوم في جسمنا واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اللي هو البنكرياس لمعا الدقيقة المصران الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس والعيون والأذنين بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى فيها ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن بالنسبة للأعضاء اللي ذكرناها هاي يعني يفضل إنه إذا كانت طارئة العمليات أوكي ولكن إذا في مجال تأجيل وما نعمل لها تدخل جراحي بيكون أفضل طبعا اليوم غير مناسب لأعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فما في أي مشاكل بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العدراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 26-12 بيبدأ في تمام الساعة 38-39 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 24-23 دقيقة مساءا لا ينتقل القمر لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر بدأ الآن ينحسر عن المحدب باتجاه المربع عمره 21 يوم في تمام الساعة 27-27 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج بيصبح 22 يوم نسبة الإضاءة 65% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 اليوم سعيد بنسبة 85% القمر في العذراء حتى يوم 26-12 اليوم سعيد بنسبة 20% عطارد في الجدي حتى يوم 2-1 سعيد بنسبة 100% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-1 سعيد بنسبة 0 المريخ في القوس حتى يوم 24-1 سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتراكم اليوم العمل أكثر من المعتاد وبتجده صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم لأن القمر موجود في البيت السادس يعني بيت العمل والصحة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا للأمر حاولوا إيجاد الحلول وحاعلجوا المسائل الطارئة للتوصل لأي اتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم واتجنبوا الإساءة للأصدقاء وشركائكم وزملائكم في العمل وحذروا من التراجع الصحي برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم فيهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأفضأ وأوفرها حظا وبتشعر بالطمأنينة والراحة القمر بما أنه في البيت الخامس يعني حظوظ قوية جدا على المستوى العاطفي مستوى الأبناء مستوى الحظوظ مستوى الترفيه والهوايات برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا اليوم ببعض الحزن أو التعب وبتبحث عن ملاذ آمن أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك ممكن تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة طبعا بما أنه القمر في البيت الرابع يعني إنشغلات على مستوى البيت والعائلة أو مناسبات اجتماعية كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن أهم شيء أنه ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار هذا اليوم بيسجلك لقاء مهم أو اتصال مفيد بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو الفترة المقبلة الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة طبعا القمر بما أنه في البيت الثالث معناته الأجواء عندك اليوم جيدة برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من السرقة أو الضيعة ممكن تناقش اليوم موضوع مالي أهم شيء أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل حاول أنك ما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود وحاول أنك تحدد أهدافك قدر الإمكان لأجواء المالية جيدة ولكن بتحمل بعض المصاريف لزيادة برج العذراء القمر موجود عندكم فعشان هيك اليوم تشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة بتطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد الفترة هاي بتحمل حماسة ووضوح في الأفكار الأجواء جيدة ودعمة لإلك بقوة كثير من الاتجاهات هذا اليوم برج الميزان بما أن القمر موجود في بيت المتاعب معناته هذا اليوم يتطلب منكم الانتباه جيدا لصحتكم بيسيطر التعب الشديد عليكم لأن القمر في بيت المتاعب فأهم شي إنه اليوم بتفكر في إلغاء بعض الموعيد والابتعاد عن الأضواء حاول إنك تحمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية تعتبر هاي فترة محبطة جدا ومخيبة للآمل يعني بحاجة ليوم كمان والقمر بصير عندك وبتعوض كثير من هاي الأمور برج العقرب ابتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شي إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بالناء في محيطك ومجتمعك ابتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بيجوز تجنب أخذ قرارات أهم شي إنك تنجز كل الأمور المهمة قبل وصول القمر لبيت متعبك برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شي إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك تحاول إنك تتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر نظم أعمالك عشان تنجزها بالكامل برج الجديد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم شي إنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة وطاقتك المتجددة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجزك وتعتبر هاي فترة إيجابية جداً أهم شي إنك ما تضيع عليك الفرص برج الدلو اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية حاول إنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الإمتناء عن فرض الرأي واتسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وحاول إنك ما تهم الملف ولا قضية برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو في الحاطفة حاول إنك تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة لأنه الضغط كبير والأوضاع ممكن تصعب عشان هيك لازم تأخذ نفس ولازم تبعد عن المشاكل قدر الإمكان ضبط الأعصاب مطلوب ومراقبت الصحة مطلوبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر